اشتركوا في القناة لمن انطلاق الجولة التامنة من المسابقة صحفي البريطاني أدريان كاجابوما اختار قيمة من أفضل عشر لعبين في أول سبع سبيع من المباريات في الدولة الإنجليزية الممتاز والتي تم طرح السفتاء الأفضل بينهم للجماهير لاختيار الأفضل وكانت القيمة بتضم كل من جون دوران من أستون فيلا وجابريال من أرسنل وراين جرافنبرج من ليفربول وإيرلينج هالند من السيتي وبوكايوساكا من الأرسنل وكول بالمر من شيلسي وكمان ديفيد رايا أرسنل وبوكايوساكا من الأرسنل وطبعا النجم المصري محمد صلاح من ليفربول وأخيرا فيرجل ذان دايك من ليفربول وكتب الصحفي البريطاني عن الفراون المصري وقال بدأ صلاح الموسم بتسجيل هدف وصناعة آخر أمام بوستيتش تاون عشان يصبح هدف اليوم الافتتاحي في الدورة الإنجليزية الممتاز برصيد تسع أهداف فاضاف سجل الآن أربع أهداف وأربع تمردات حسمة هذا الموسم وبهذه المشاركات الثمانية احتل المركز الرابع في الدورة الإنجليزية الممتاز هذا طبعا بالنسبة للترتيب الهدفين وهو طبعا السبب اللي خلاه بيتفوق بفارق دقيل على زميله في الفريق لويز دياس في قائمة أفضل عشر لعبين حتى الآن شارك دياس في ست مباريات في موسم الفين أربع وعشرين الفين خمسة وعشرين مكونة من خمس أهداف وتمريرة حسمة وحدة في المقابل أظهر بقى صلاح ثبات ملحوظ في المستوى عشان ينهي الموسم السبعة مع ليفربول في المراكز الأربعة الأولى من حيث المساهمة في الأهداف وتصدر القائمة مرتين قائمة الهدفين مرتين وده كان في موسم سبعتاشر تمنتاشر برصيد اتنين واربعين هدف وفي موسم واحد وعشرين اتنين وعشرين برصيد ستة وتلاتين هدف اختتب كمان الصحف البريطاني كلامه عن النجم المصري محمد صلاح وقال أن بعد مرور سبع مباريات على انطلاق موسم ليفربول وجد محمد صلاح اللي بيحمل الكرة داخل منطقة الجزاء سبعة وعشرين مرة نفسه من بين الأهداف مرة أخرى وقد يكون هذا الموسم موسم جديد ليه ولليفربول جاء كمان تحت قيادة أرني سلوتو ولكن كمان كان نفس صلاح القديم حتى الآن في الفين اربعة وعشرين الفين خمس وعشرين يعني هو بيصف الانطلاق القوية اللي حقا محمد صلاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز بانطلاقته في موسم سبعتاشر طبنتاشر وكمان في واحد وعشرين اتنين وعشرين اللي حصل فيها على هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت واحدة من أفضل المواسم اللي قدمها النجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز في الحقيقة طبعا احنا بنتمنى لنجمنا المصري دوام التوفيق والتقلق في الملاعب الإنجليزية ودايما يحقق ويقصر كل الأرقام القياسية الممكنة في النهاية أنا بشكركم على حسن المتابعة ويعني أكيد مش هتكون دي آخر تغطياتنا عن النجم المصري محمد صلاح مزيد من التقلق والنجاح في الملاعب الإنجليزية بشكركم في النهاية على حسن المتابعة وإلى اللقاء